وبنصبح لخضراتكم مرة تانية هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهار ده فيه ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة التقس هيكون حار نهارا على أغلب الأنحاء ومائل الحرارة على السواحل الشمالية الشرقية وشديد الحرارة على جنوب السعيد بالليل الجو هيكون مائل البرودة على شمال البلاد حتى شمال السعيد ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب السعيد خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهار ده من أستاذ محمود القيت القياتي عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية صباح الخير يا دكتور زي حضرتك صباح الخير على حضرتك سيدهال وعلى كل السعادة المشاهدين تحيات الحضرتك أهلا بحضرتك هل فيه موجة حرة في الأيام اللي جاية يعني مبارح كان فيه تنويه من هيئة الأرصاد أنه هيحصل ارتفاع في درجات الحرارة نظرا لتأثر البلاد بمنخفض يعني هيؤدي أو يعني معرفش منخفض هيؤدي الارتفاع في درجات الحرارة فأي ظواهر جوية موجودة معنا النهاردة بالتأكيد يمكن إحنا زي ما حضرتك أشارتي إحنا بننويه في نشاراتنا من يومين تقريبا أنه بداية من اليوم هتبدأ البلاد تتعرض لبداية ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة ده هيكون بمثابة بداية لموجة من حرة إلى شديدة الحرارة هتأثر على أغلب مناطق الجمهورية بالفعل بداية من اليوم متوقع تغير في مصادر الكتل الهوائية اللي بتأثر علينا هنبدأ نتأثر بكتل صحراوية درجات حارتها مرتفعة بشكل نسبي مع وجود امتداد لمرتفع جو في طبقات الجو العليا وبالتالي عدم تكون صحب تماما على أي من مناطق الجمهورية وزيادة في فترات سطوع أشعة الشمس على كافة الأنحاء وارتفاع في درجات الحرارة على طول طبقات الهواء العليا كل ده هيؤدي إلى ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة بداية من اليوم بالارتفاع التدريجي يعني كل يوم هتكون درجات الحرارة أعلى من اليوم التقابله يمكن بالأمس كنا بنسجل أعلى درجة حرارة على القاهرة وهي العظمة تحدود 29 لـ 30 درجة مئوية اليوم نتوقع أن العظمة تكون ما بين الـ 32 لـ 33 درجة هتوصل لـ 37 على جنوب الصعيد طبعا ده غدا الجمعة متوقع أيضا ارتفاع آخر في درجات الحرارة نقدر نقول أن العظمة بكرة على القاهرة ما بين الـ 34 لـ 35 درجة هتوصل لـ 41 على جنوب الصعيد كمان السواحل الشمالية لها نصيب من الارتفاع ده هتوصل عليها العظمة ما بين الـ 32 لـ 33 درجة مئوية بالتأكيد ارتفاع درجات الحرارة خلال ساعات المهار بيأثر على درجات الحرارة الصغرى اللي بيتم تسجيلها خلال ساعات الليل نقدر نقول أن الصغرى على بداية الإسبوع اللي جاي هتكون في حدود الـ 24 لـ 25 درجة كمان العظمة على بداية الإسبوع هتبدأ ترتفع بشكل تدريجي علشان توصل على يوم السابت والحد لـ 36 درجة مئوية سواحل الشمالية هتقد تصل لـ 34 درجة يعني ارتفاعات بشكل ملحوظ عن الطقس اللي كنا بنشاهده والأيام القليلة الماضية أكتر المحافظات اللي هتتأثر بارتفاع درجات الحرارة خلال الموجة دي هي محافظات الصعيد سواء شمال أو جنوب الصعيد أو حتى جنوب سينة هتوصل على جنوب الصعيد لحوالي 42 درجة مئوية بعد ما كان بيسجل 35 درجة مئوية اليومين اللي فاتوا وبالتالي هتكون ارتفاعات بشكل متتالي على كافة مناطق الجمهورية وهتكون ارتفاعات ملحوظة يمكن لما كنا بنشوف ارتفاعات في درجات الحرارة خلال فترة الربيع الفترة اللي فاتت بتكون لمدة يوم أو يومين على الأكتر لكن الموجة دي بتتميز انها طويلة شوية هتستمر اسبوع على الأقل ورد جدا تكمل بعد الاسبوع ده سواء خلال ساعات الليل او خلال ساعات النهار ارتفاع درجات الحرارة ده هيكون مع نشاط نسب للرياح على العديد من مناطق الجمهورية نشاط الرياح ده هيكون بشكل نسبي على السراحل الشمالية والقاهرة الكبرى لكنه هيكون ملحوظ وقوي على محافظات شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء وبالتالي ممكن يكون مسير لبعض الرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء ومناطق من شمال وجنوب الصعيد كمان يمكن منذ الأمس اصدرنا انذار بحري خاص بالبحر الأحمر ومناطق من خليج السويس وخليج العقبة وبالتالي الانذار ده مستمر معنا حتى نهاية الاسبوع ده على الأقل يعني النهار ده وبكرة ان شاء الله بنحذر من حالة الملاحة البحرية على البحر الأحمر نتيجة سرعات الرياح العالية اللي بتصل على سطح البحر الأحمر لحوالي سبعين كيلو متر على الساعة وبالتالي ارتفاعات الأمواج بنتوقعها سواء على البحر الأحمر أو على خليج السويس وخليج العقبة بتصل لحوالي أربعة ونصف المتر وبالتالي غير مؤهلين تماما لأعمال الصيد والملاحة البحرية طيب بالنسبة للشابورة أساس محمود الشابورة يمكن اخذ فرصة لها اليوم وهي خفيفة جدا يمكن محطاتنا سجلت شابورة مائية خفيفة جدا على مناطق من السواحل الشمالية وبعض محافظات الوجه البحري لكن بداية من إضغط نتيجة تغير في مصادر الكتع الهوائية والكتع ونسب الرطوبة هتكون قليلة نصديا وبالتالي الشابورة المائية يمكن أخذ فرصة لها اليوم إن شاء الله إذن ارتفاع درجات الحرارة أو الموجة الحارة بتبدأ معنا النهاردة ومستمرة معنا لغاية الأسبوع القادم صحي كده؟ إن شاء الله وارد تكمل بعد الأسبوع طبعا عايزيني نوح على نقطة مهمة جدا إننا في فترة تقلبات جوية بشكل حد وسريع دي الفترة بنتأثر فيها بكتل هوائية من مصادر مختلفة تأثرنا بكتل هوائية من مصادر مختلفة ده وارد يأثر على فترة التنبؤ يعني وارد جدا على مدار الأيام القليلة القادمة يحصل تغير في التنبؤ الموجود حاليا سواء ترتفع درجات الحرارة أكتر من اللي بنقوله ده أو تقل عن كده وارد الفترة دي اللي فيها تتفع درجات الحرارة تكمل معنا شوية بعد الأسبوع أو تبقى أسبوع أو أقل من أسبوع وكل ده بيتحدد بناء على تحديثاتنا دايما للمشاراتنا الجوية اللي بنطلع حضراتكم عليها يوميا وبنطلع كل السادة المواطنين وأكيد إحنا بنتابع مع حضراتكم طبعا كل يوم بنشكر حضرتك دكتور محمود القياتي عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية تعالوا مع بعض دلوقتي نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة في القاهرة درجة الحرارة العظمى 32 وصغرى 19 والعاصمة الإدارية 33-18 الأسكندرية 31-16 والعالمين الجديدة 31-15 مطروح 32-17 وضمياط 25-16 بورسعيد 24-16 والإسمالية 32-17 في السويس العظمى 32-16 وفي العريش 26-16 كاترين 25-12 وطوبة 30-21 هلايب 31-21 وشلتين 35-22 شرم الشيخ 34-23 والغرداء 33-22 الفيوم العظمى فيها 33 وصغرى 18 أيضا في بني سويف 33-18 الوادي الجديد 38-21 وأصيود 35-18 سوهيك 35-20 وإنا 36-21 لؤسر 37-21 وأصوان 37-20